صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرر رقم ستع سبعة وعشرين لسنة الفين وعشرين بنقلي وتعيين مديرين بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية جاء فيه المدة الأولى ينقل السيد وليد يوسف مبارك أجور مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمارك بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية ليكون مديرا لإدارة التخليص الجمارك بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية المادة الثانية تعين الشيخة منيرة بنت محمد بن خليفة آل خليفة مديرا لإدارة التراخيص الجماركية وخدمة العملاء بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر